بسم الله الرحمن الرحيم. على سلام بحضراتكم. بعد انت قال ميسي وراموس لباريس سان جيرمان قلنا خلاص ما فيش اي حاجة في امريكاته ده هتكون قوية جدا للدرجة اللي احنا علينا وصلنا بيها. احنا نتكلم على راموس قائد ريال مدريد وقائد برسولونة الاتنين راحوا باريس سان جيرمان. دي حاجة خلاص انتهينا وامريكاته مش هيكون فيه اسم كبير هانتقل. حتى لوكاكو لما راح لانشلسي ما كانش فيه ضجل قوية لان الدرجة القوية كانت راحل ميسي وراموس قبل كده. قلنا مفيش حاجة ممكن تجيب درجة قوية جدا زي اللي حصلت دي. لحد ويبص كده في ايطاليا في مشكلة ما بين كريستيان رونالدو وقاليجري. ورونالدو مش طييم بعض. رونالدو مش عايز وقاليجري مش عايز كريستيان رونالدو في الفريق. وقاليجري مش عايز كمان كريستيان يكون موجود علشان راتب بتاعه اللي بيوصل واحدة تلاتين مليون في السنة. فايحل كريستيان رونالدو هيرحل ايه ده كريستيان رونالدو هيرحل ايه ده ممكن يجمعه ميسي وكريستيان رونالدو في الفريق واحد؟ يا الهي قد نراها ميسي وراموس وكريستيانو في باريس سان جرمال وايحك ماذا تافعل يا ناصر يا خليفة! يعني كريستيانو باريس بس الاسم outs MTF باريس بس. كان لك لا. الفي اسم كبير جدا متصل بكريستيان رونالدو. من هو ريال مدريد ريال مدريد حطينا كريسيان الرونالدو كبلا نبيه في حالة عدم دم كالين انبابي مخصصا من اللاعب عنده علاقة جيدة جدا لعلك اخار اللا انشولنتي ومن اللي تقال انكوار جديد ان estás نزولتي طلب من كريسيان الرونالدو العودة الريال مدريد بعد كدة الاخبار دي النهاردة اتنسف طلع وقال انها مطلبية من كريسيان الرونالدو ولا اي حاجة. طب خلاص كده كريستيانو نالدو قفل على بريسه. بس لا في اسم جديد بقى انضم للقايمة. مين هو? مانشيستر سيتي. اللي حصل? مانشيستر سيتي ازاي كنسانون ممكن يروح مانشيستر سيتي اللي علوه لدود لمنشيستر رايتل وسهير المدينة في آآ مانشيستر ازاي. معلاش بس لوكيه وكيل كريستيانو السائد منديز هو اللي عرض كريستيانو على مانشيستر سيتي. ومانشيستر سيتي هو اللي عادين يفكر يا باشا يعني. شوف الدنيا وصل لحد ده فين? ان مانشيستر سيتي بيدوها دلوقتي بيفكر ان كريستيانو رونالدو ممكن نضمه ولا لا 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 يا با انت بتفكر في ايه حبيب بتفكر في ايه يا باب? انا بقى لعب فرن طورس والاحيات بتاعه جابري زوسوس. انت بتفكره في ايه حرامة عليك وهتشيلونا. الناس اللي كان بيقول لي الكلام على مشروط الهام ومانشيستر سيتي يا جماعة الفرقة بين او انهم احتاج مهاجم. ولو ما خلصناش فهاري كيني بخلص مهاجم محترم. انا بقى لك بقى جايل لك ك خمسة والعشرين عشرين مليون في السنة تدهم لكريستيانو رونالدو لان هو جايل لك وما بيش اي فريق بيفوضو. يا جماعة انتم بتقولوا ايه كريستيانو معروض علينا واحنا بنهرج بقى باحد كل الكلام اللي بتقال العالمية ده على كريستيانو رونالدو. وانه انتهى وانه مش لاقي نادي وان كريستيانو اعتزل احسن. ده كريستيانو هيجا عندنا يبقى تنين يا عمي باب. انت بتفكر في ايه? ارحم ما يكينا عليه. انت بتفكر في ايه يا عمي كريستيانو معروض علي وانت محولك حتقو. الا بقى لو انت خيك من شخصية كريستيانو. دي نقلة تانية اخلص. اما كده فلا مفيش ايه سمر منطقة يقول ان بيكواردولا يستمع الدم كريستيانو رونالدو. احنا بتكلم مع حاركين في مئة ستين مليون والسايد ده ان ليه في مش راضي. فانتوا بتقولوا ايه يا جماعة يا جماعة لو حاركين في مئة مورضة على مشارسة سيتي وتم رفضه. لايب انا ده ده انه يشلنا الاكتر ولا اقل. وهذا هو كل مستكبر كريستيانو رونالدو والكل حالية. يا باريس سان جرمان يا لعودة ريال مدريدو دي قفالها السيد كارلا انشلوتي فدلوقتي باريس سان جرمان لو كل مبابي راح ريال مدريد. ولو مبابي مراحش ريال مدريد ما حدش عاد في البلان بيت ريال مدريدو عاملة ازاي. وايه يا مشارسة سيتي زي ما قلت لك هو اتعرض على مشارسة سيتي وقدرت السيتي اللي هلا بتفكر. يعني كريستيانو حالية. يا باريس يا مشارسة سيتي. ولو عجبك الفيديو هنا وشوفتني فيه. دي تالت ممكن يفوت ك تعالو تقوم..